بسم الله الرحمن الرحيم سنة حسنة أطلقها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب بأن تكون القرارات الصدرة من النقابة العامة بعد التشاور مع النقابة الفرعين وتحديدا كل شهر بمحافظة أو بنقابة ويحظر جميع النقابة الفرعين يتوصلوا إلى الحلول المثلة لخدمة المحامين وكان نتاج ذلك أن أصبح استخراج الكرنية والبطاقة العلاجية والشهادات واستمرات البطاقات من داخل النقابات الفرعية وهذا حلم ظل انتظاره ولم نكن نحلم يوما أن هذا اليوم سيأتي ولكن بهذه السرعة وهذا الأداء شيء جميل جدا إن شاء الله بقية القرارات رسوم العقود والعلاج والصعوبات التي تقابله وكيفية أعطاء كل محامي حق في العلاج هو ما نسعى عليه الآن وإن شاء الله هناك قرارات صادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى دمغة المحامات التي تلصق على التوكيل لابد أن تحصل من مزارة العدل في هذا الشأن إن شاء الله القادم أفضل النقاباء الفرعين والنقيب العام وعضاء مجلسه بالكامل كلهم على قلب رجل واحد للوصول إلى خدمة المحامين المرحلة القادمة حتى شاء تطور أيضا من ناحية ثقافية والناحية الولائية للمحامي الشباب الذين عليهم الدور أن يكملوا مسيرة بعد ذلك في ناحية الثقافة وناحية البروتكول التي هيحدث بشأن مدونة السلوك وهي كلها في صالح المعامة